موسيقى السلام عليكم بعد وقعة أحد تجرأ اليهود وكاشفوا بالعداوة والغد واخذوا يتصيرون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين فلما تحرك اليهود في هذه الآوينة العصيبة ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوانى في إنزال العقوبة الرادعة بهم لازال الحديث في هذه الحلقة مستمر عن إجلاء بن النظير والاستفادة من العبر المستقام من صورة الحشر صحبة عضو مجلس أمناء العليا لأمناء المسلمين دكتور علي الصلابي دكتور أهلا وسهلا بك أولا أهلا وسهلا بك لازال الحديث مستمر عن إجلاء بن النظير كنا قد توقفنا عن العبر المستقام في صورة الحشر عن ألية قدث الرعب وأنه جندي من جنود الله وعالم الأسباب والأخذ بها هل لا وضحت لنا دكتور سبب إنزال هذه الصورة أن تفرض صورة كاملة في القرآن الكريم لهذه الغزوة أو لهذا الإجلاء أو لحادثة بن النظير فقط بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا وسلم بك أخ محمد وإخوة المشاهدين الكرام هذه الغزوة من الغزوات الخالدات التي ذكرت في القرآن فتحدث العلماء قالوا أن الغزوات الخالدات التي ذكرت في القرآن عادة تتكرر في تاريخ الأمة وفي مسيرتها وصرائها ما بين الحق وما بين الباطل وما بين الهدى وما بين الظلال وبالتالي من البداية لما الله قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من البداية قال من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا يعني ما كانش في ظن المسلمين أن يخرجوا من المدينة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فكان حدث هائل وكان حدث عظيم وأثر على المستوى الإيماني وأثر على المستوى السياسي في الجزيرة العربية وأثر على المستوى الاجتماعي وأثر على المستوى الاقتصادي وأثر حتى على المستوى الديني في الجزيرة لأنها كانت حتى بعض الأنصار رضي الله عنهم وضع المرأة التي يأتيها ولد متلهة فتدعوا الله وتنظر تقول لك إذا كانت جاني عاش هودة وقال له يهودي فكان في بعضهم أصبحوا من أبناء الأنصار يهود عاشوا مع اليهود وتنصروا فلما أخرجوا من النبي وجلاهم جاءوا الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كيف أولادنا يخرجوا مع اليهود فنزل قال الله تعالى لا يكرهها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله عزيز والله سميع عليم سبحانه وتعالى فأعطيت لهم حريط الاختيار اللي بيبقى على اليهودية يبقى اللي بيرجع يدخل في الإسلام يدخل اللي بيخرج ولم يفرض عليهم البقاء بالقوة عليه الصلاة والسلام هذه القصة لا تعارض حديث الردة وأيضا هناك من يقول أن ليس الخيار متاه يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر الآية تتحدث عن شيء آخر هم أصلا يهود يعني قبل ما يأتي الإسلام هم مش دخلوا في الإسلام وخرجوا منا هم أصلا نظرت بعض النساء بحكم أن أولادهم كانوا يموتون إن عاشوا إنهم يعيشوا يكونوا يهودوا مع اليهود يتدينوا لله بالديانة اليهودية فبالتالي هم كانوا يهودا قبل دخول أصلا أصلا قبل الإسلام ولما جاءوا الأنصار قالوا أولادنا كيف يذهبوا مع اليهود كيف يخرجوا فنزل قول الله تعالى اتركوهم لهم الخيار يبقوا على الديانة اليهودية يبقوا على الديانة اليهودية يدخلوا في الإسلام يدخلوا في الإسلام يبقوا يبقوا وأنا لا إكره في الدين قد تبين رشده من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقة وموضوع من بدل دينه فاقتلوه موضوع اختلف في الفقهاء هل هو حد من حدود الله سبحانه وتعالى أم هو أحد تعزيري بمعنى له علاقة بأمن الدولة وباستقراره والنظام القائم وهذه مسألة يعني يمكن بحثها في كتب الفقه والرجوع إلى أقوال العلماء في هذا الموضوع يعني هنا الاختيارية في عملية أن أكون مسلم أو غير مسلم هي متاحة أدين كفل هذا الحق طبعا لا شك ولكن ورد عليه فمن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين أهو هذه في الآخرة ليست في الدنيا بالنسبة للدنيا أنت لك أعطاك الله إرادة حرة وبيّن لك طريق الخير وبيّن لك طريق الشر وبيّن لك طريق الهدى بريد الظلال وطريق الكفر طريق الإيمان أنت حر أختار الطريق التي توريد تمام هذه في الدنيا أما في الآخرة ليس عليك شيء من جانب الدولة المسلمة أو من الحاكم المسلم أو كانوا اليهود عايشين في المدينة وكانوا عقيدتهم يهودية وتعاليمهم يهودية وتشريعاتهم وقوانينهم ولم يمسوا بسوء وكانوا يجادلون ويناقشون ويتحدثون لكن متى بدأ قتال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الغدر والخيانة الغدر والخيانة ليس غدر وخيانة فقط غدر وخيانة مستهدفين القضاء على الدولة الإسلامية مستهدفين القضاء على الدعوة الإسلامية مستهدفين القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هنا وصلوا إلى درجة العمل والفعل والاتفاق والعقود التي برموها والاتفاقات التي برموها مع المشركين أما قبلهم كانوا موجودين هذا رسول الله اليوم نرى الكثير من التنظيمات المحسوبة على التيار الإسلامي يعني هي تقوم بعكس ذلك تأخذ المسلمين وتجبرهم على الاتيام بسنع رسول الله صلى الله وسلم والصلاة وأيضا إتاء الزكاة والصدقات والنهي عن هذا والاتيام بهذا يعني كان هناك يهود لا يؤمنوا بالله أصلا ولا يؤمنون بأن محمد رسول وسمح لهم بالحديث والتداول والتجارة والاقتصاد وإبداء حتى الرأي داخل الدولة يعني حرية التعبير بالمعنى المجازي اليوم هو أولا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات هذه من خصائص الدولة يعني ملاش علاقة بالتنظيمات ولا الأحزاب نفسها هناك محلها في البرلمان نفسها البرلمان اللي اتفق على مرجعية معينة لتلك الدولة سواء كانت مرجعية علمانية ولا لبرالية ولا شيوعية ولا إسلامية وبالتالي الدستور الدولة يحكم مرجعية القوانين في تلك الفترة وبالتالي الفرض الأراء والأفكار بالقوة على الناس سواء من حزب علماني ولا من حزب محسوب على الفكر السياسي الإسلامي ولا الشيوعي ولا هذا من الأباطيل لكن الشعوب هي التي تتفق من خلال عقد اجتماعي على مرجعية عليا تمثل هويتها وعقيدتها وقيمها وأخلاقها وما هو القانون الأساسي في تلك الدولة الذي ينبثق عننا القوانين واللوائح والإجراءات المعروفة فبالتالي ليست للتنظيمات ولا للأحزاب وإنما حلت تلك التشريعات في البرلمان فعادة الدولة المنضبطة دولة للشعب المسلم الذي يختار قيادته بينضبط بالقرآن بينضبط بالسنة بينبثق بالعدالة المستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو دين تعايشية يكفل للآخر حريته المطلقة في إبداء أي رأي وفي التعايش مع المسلمين وإن كان غير مسلم ما هو في فرق لا يحق لي أن أتكلم عليه أن أعزره حتى أن أحرض عليه لا هو فيه أحكام متعلقة برئاسة الدولة فيه أحكام متعلقة بمجلس شوراحة فيه أحكام متعلقة بالسلطة التنفيذية فيه أحكام متعلقة في مراجعية والعليا لدستور ينبثق من كتاب الله وسنة النبي أنا نحكيه في المجتمعات الإسلامية نحكيه في المجتمعات الإسلامية أنت تقول لي أن فيه أحزاب محسوبة على التيارات الإسلامية أو تنظيمات تفرض بالقوة أراءها وأفكارها نقول لك هذا ما أنزل الله به من سلطان وهو وظيفة هذا الوظيفة هذه وظيفة الدولة الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه وظيفة الدولة وظيفة السلطة التشريعية والتنفيذية اللي الله قال فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذه الآيات ذكرت السلطة التشريعية وذكرت السلطة التنفيذية وذكرت السلطة التنفيذية وذكرت المرجعية في حالة الخلاف فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لكن من هاولها الكل من هب ودب هم صفوة العلماء يتمثلون في محكمة دستورية عليا جمعوا بين فهم ومقاصد وأصول الشريعة وفهم القوانين المستمدة منها في حالة الخلاف وبالتالي الأمور واضحة بالنسبة لمن يريد أن يسير على هدي القرآن والصنة ثم جعلناك على شريعة فاتبحها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أو دياء بعض والله ولي المتقين ثم في نقطة مهمة طبيعة المسلم الذي رذي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ينساق للقوانين التي تنبثق عن كتاب الله وهدي النبي ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج لا يجد في نفس حرج مما قضيت ويسلم تسليما في سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاء ولكن اليوم هناك شح هناك ضعف من ناحية أن يكون العالم المسلم الفقيه ملم أيضا بالقوانين أو بالدستير الموضوع اليوم يعني ليس في الدول المسلمة على الأقل في عصرنا الحالي الذين يفقهون هذه القوانين سميها ما شئت ليس بالضرورة أن يكونوا علماء مسلمين أو علماء متفقهين هم مسلمين بطبيعة الحال ولكن ليس لهم علم كبير بالقرآن والسنة هو طبعا أنت تعرف المعركة الحضارية بين الأمة الإسلامية وبين الرؤى الغربية والعلمانية كانت هائلة وكانت ضخمة وكانت الأمة تحت السيطرة العسكرية وتحت السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية يعني في المتين السنة الماضية كانت شعوب تامة كانت إيطاليا محتلة ليبيا كانت فرنسا محتلة الجزائر وأسبانيا وفرنسا المغرب كانت مصر محتلة الإنجليز فهم هناك فرضوا مشروعهم وأفكارهم وسيطرتهم العسكرية والسياسية والقانونية وأبعدوا وحاربوا الأزهر وحاربوا الزيتونة وحاربوا القرويين وحاربوا العلماء وحاربوا الفقهاء ولم يعطوها فرصتها الطبيعية في النمو الحضاري الطبيعي بما يلائم العصر وبالتالي الآن لما الشعوب بدت تتحرر من الاستعمار القديم ومن أذنابهم تبقى المعركة الحضارية والفكرية والثقافية في إعداد رجال يستطيعون أن يخاطبوا هذا الجيل ويخاطبوا هذه الإنسانية هذه من التحديات الموجودة الآن لكن لا يوجد الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى الآن في اتحادات علماء الآن في مجامع فقهية تجمع ما بين الجانب الدستوري والقانوني والشرعي وعادة في البرلمانات التي تحترم نفسها تضع لجنة قانونية ولجنة شرعية بحيث القوانين والتشريعات ينظر فيها هل تنسجم مع الدستور أم تخالف الدستور؟ فهذه القضايا مع الوقت ومع الزمن يمكن بإنشاء مؤسسات علمية وفكرية وثقافية تجعل الناس بالفعل يتعبدون الله سبحانه وتعالى من خلال الحرية الصحيحة والمساواء الصحيحة والشورى الصحيحة والقيم والمبادئ التي تعبر عن هويتهم وعن دينهم وعن تقاليدهم وعن أعرافهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دكتور يعني في في نفس الآونة التي كان فيها حادث الإجلاء بن نضير وإنزال سورة الحشر قولوا تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعيهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون منهج التربية الإسلامية القرآنية الربانية الحكيمة هنا في التدرج خاصة في تحريم الخمر أثناء ليالي حصار يعني بني النضير هذا المنهج ومدى الأخذ به اليوم التدرج في عملية الانتقال من مثلا دستير وضعية لا تلائم الشريعة الإسلامية إلى أخرى موضوع من قبل علماء متفقهين وأيضا الأخذ الناس أو مجموعة الناس يعني من من طرف إلى آخر يعني مثلا عملية أو واجب الدعاء والوعاظ اليوم لا نراهم يأخذون بهذا المنهج المنهج المتدرج هو طبعا من سنة لله سبحانه وتعالى في حركة الشعوب وفي بناء الدول وازدهار الحضارات سنة التدرج وهذه سنة التدرج الله سبحانه وتعالى يستطيع الكون كله كن فيكون لكن الله سبحانه وتعالى خلق في ستة أيام ليعلم البشر سنة التدرج قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وبالتالي سنة التدرج الله سبحانه وتعالى يعلمها للبشر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة مجال الدعوة كانت في بداية الأمر كانت مع خديجة رضي الله عنها وبناتها وسيدنا علي والأقارب من حولها وما يسمى بالفترة السرية ثم الفترة الجهرية ثم بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم هجرة الصحابة ثم هجرة النبي إلى المدينة حتى في مجال الدعوة في الجهاد نفسه في الجهاد الأول كان ممنوع على المسلمين حمل السلاح لأنهم كانوا قلة وكان ضعف ثم كان تربية بحيث أنهم لا ينتصرون لأنفسهم وإنما تكون أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم وينطبق فيهم قل الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبالتالي أيضا فيما يتعلق بالجهاد فيما يتعلق بالدعوة فيما يتعلق بخلق الكون فيما يتعلق بالتشريعات خصوصا تلاحظ أن القضايا العقائدية التوحيد والإيمان بالله فهذه على طول قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قضايا العقائد واضحة من البداية ببيانها وإضاحها ودعوة الناس إليها فيما يتعلق بالأشياء المتعلقة بالتقاليمة أو بالأعراف أو بالحياء الاجتماعية أو بقضايا السنن التي تخضع للتدرج بطبيعتها تأتي سنة التدرج فمنها عادة الخمر منها عادة الخمر كانت متأصلة كانت متجذرة في المجتمع الجاهلي فهنا جاءت بالتدرج يسألونك عن الخمر والميصر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس هنا الإنصاف القرآني هنا خطاب للعقل خطاب للفكر خطاب للتأمل للتدبر للتفكر فبالتالي مدام الإثم أكثر العقل بيسيبها دكتور حتى في شيء آخر يعني يعني هو يريد أن يحرمه هو أمر خلاص نازل اليوم أن الخمر حرام الأمر كان بتحريمه ولكن هناك إنصاف يعني ولكن فيها منافع اليوم نرى من يتكلم مثلا عن شخص لغرض مثلا شيطانته أو غيرها لا يذكر له أي فائدة أي جانب إيجابي كان ولكن ننظر إلى القرآن هو حرام صحيح ولكن رأي فيه منافع للناس في البيع والشراء يعني هذا هذا فقه المفاسد والمصالح أكثر المفسدات أعظم المصلحتين أقل المفسدتين هذا يؤصل من هذه الآيات لكن هي مرحلة في خطاب العقل وفي خطاب الفكر والدعوة للتأمل والتدبر إن الخمر لا خير فيها لأنها شرها أكثر من قيبها هذا يصل إليه الإنسان بالتأمل وبالتفكر الخطوة الثانية يا أيها الذين عاملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة هذه خطوة ثانية تدرج عادة الصلوات متقاربة ظهر العصر المغرب العشاء بيشرب يشرب الخمر بعد العشاء لأنه وقت واسع تمام هذه مرحلة ثانية يعني بدا يتحرم من العادة بدا يتحرم من القيل بدا يتحرم من أم الخبائث اللي هو الخمر جدت المرحلة الثالثة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يعني هو هذا من أعمال الشيطان هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذا أردتم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هنا أمر بالاجتناب والابتعاد وهنا يفيد التحريم عند العلماء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فالخمر والميصر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال سيدنا عمر انتهينا انتهينا وتم تحريم الخمر في العام الرابع للهجرة وخضع لسنة التدرج لكن هناك بعض المعاني الجميلة فيما يتعلق بصورة الحشر نحب أن نذكرها لأن في نهاية صورة الحشر وهذا الحدث التاريخي الهائل الضخم اللي قالوا الناس آذانهم صاغية قلوبهم واعية في مجال التأمل والتفكر في هذا الحدث في آخر صورة الحشر الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني الخبير اللي يعلم الخفايا والبواطن والظهر والظمائر والأسرار والمعلن والمغفي إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم لهم بل النظير ومن كان على شاكلتهم فأولئك هم الفاسقون ثم الله بيّن قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم تكلم عن القرآن وعلى عظمة القرآن وقال إن القرآن لو كان أعطيته من العقل ومن أدوات التفكير مثل الإنسان لحدث له الآتي لو أنزلنا هذا الله سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن على الجبل نعم عن الجبل تكلم الله سبحانه وتعالى على الجبل ضرب به المثل إن الجبل لو كان لديه من العقل ولديه من أدوات التفكير مثل الإنسان لحدث له التصدع والخشية لنزول القرآن ولهذا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ثم الله سبحانه وتعالى عرف بنفسه في نهاية الصورة من قلال أسماء سبحانه وتعالى الحسنة وصفاته العلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فبدأ الصورة بالعزيز الحكيم وانتهت الصورة بالعزيز الحكيم بالقوي الغالب وإن هذه الأفعال وهذه الأعمال وهذه الأحداث وفق عزة الله ووفق حكمة الله سبحانه وتعالى نعم دكتور أم المؤني جويرية بنت الحارث أي فضل سقته على أهلها بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وأي حب وتكريم من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإفراج عن قومها من الأسر عندما وقعوا في أهد المؤمنين طبعا هم كانوا حلفاء لبني المصطلق وكانوا مع الأحباش يعني حلفاء لقريش وكانوا أتوا مع قريش في غزوة أحد ولما انهزم المسلمين وحدث لهم الهزيمة في أحد تشجعوا وكانوا هم يسببوا إشكال ما بين مكة وما بين المدينة لأنهم كانوا من هؤلاء يسكنون في هذه المناطق وكانهم يجمعون في جيوش لغزو المدينة ففاجأهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم عليه الصلاة والسلام ووقعت جويرية في البنت السيد بني المصطلق من كنانا في الأسر فبالتالي كانت كاتبها ثابت بن قيس بن شماس شل المكاتبة يعني يقدر اللي وقع في الأسر مبلغ من المال يسدد للمالك وثم يتم بعد ذلك إطلاق صراحها هذه المكاتبة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وساعدوهم على ذلك هذه من الأحكام اللي الله سبحانه وتعالى شرعها في الإسلام للقضاء على الرق في الجزيرة العربية وفي نهاية الأمر انتهى الرق بالنسبة للمسلمين فكانت جويرية بنت الحارث بدت تجمع في المال وأتت للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه عليه الصلاة والسلام يدفع لها المبلغ اللي معتاجته ويتزوجها وكان يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج كسب هذه القبيلة ودخالها في دين الله سبحانه وتعالى فوافقت جويرية بنت الحارث فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حوالي مئة من قومها وقعوا في الأسر فقالوا هؤلاء أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففكوهم من الأسر وجعلوهم أحرارا فكانت بركة على قومها رضي الله عنها وأرضها عضو مجلسي ومنال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور عليه الصلاة بيشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة